التفاصيل الكاملة لحقيقة إصدار ترخيز بناء العقارات حتى أربعة أدوار والحكومة تسمح لهؤلاء تداول رواد ومستخدم مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات كثيرة حول سماح بإصدار ترخيز بناء العقارات حتى أربعة أدوار مما جعل الحكومة تصدر بياناً تحسم خلاله ما أثير وفقاً للقانون ونفت وزارة التنمية المحلية ما تردد من أنباء بشأن استصدار ترخيز بناء جديدة للعقارات حتى أربعة أدوار مشددة على استمرار قرار ووقف إصدار أي ترخيز بناء جديدة في المناطق غير المصرح لها بالبناء لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة وأوضحت أنه تم السماح فقط باستناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف ترخيز البناء وذلك بهدف مواجهة ظاهرة البناء العشوائية وبلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بمختلف محافظات الجمهورية حتى الآن مليونين ومئة ألف طلب تصالح بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح في حين تستمر المحافظات في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر المقبل بعد مد مهرة التصالح في مخالفات البناء مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تبقى للقانون ويتم استلام كل طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص وجادية التصالح المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقاً للقانون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة